معنا السيدة محسام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك يا دكتور عمر كل سنة وحضركوا طيبين وحضركوا طيبة وبصحة وبسلام يا فأنت لا موتايش واللي بقول لي ردت علي يا ربنا يجزيها خير ويطيب على خطرها يا رب يا رب يا رب لهم أمين دكتور عمر أنا 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 عندي ستين سنة ست موثنة آآ وعنا عندي مشكلة بقالها اتناشر سنة مع ابني عنده تمانية وتلاتين سنة دلوقتي كان الثاني يعني الحمد لله ربنا التلاب المرض اللي هو الاكتئاب الجسيم آآ كان حاجة ما كانش وطبعا احنا الحد الآن كل الدنيا أو اللي حوالينا أو ثقافتنا ما نعرفش يعني ايه غير ان اللي عنده قلب اللي عنده سكر اللي عنده ده إنما مرض اللي هو الاكتئاب الاكتئاب الجسيم دوت اللي هو اللي بيخلي الإنسان عازف عن كل أشكال الحياة دنيا وعن شغل وعن حياة وعن الدنيا وهو دي يعني كان بيشتغل كان ما شاء الله عليه كان طب هو حصله ده بعد صدمة ولا هو حصله كده بميول بميول قديمة عنده ايوه هو زي ما قلت لحضرتها كده بالصفة هو كان بيشتغل في وصيفة قويسة جدا في بنك جديد وكان إنسان يعني بياخد جوائز بس هو حصلت له برضو صدمات كتير وبسبب شدة التربية شدة التربية اللي حضرتك كنت بيتمارسيها ولا بابا اللي كان بيمارسها الوالد فالحمد الله فطبعا أنا ما بقولش إن هو وحش ولا حاجة أبدا بس هو دلوقتي المشكلة الأكبر يا دكتور عمري إن أنا مش لقيا غير ربنا ويمكن يكون ردك علي ده تكون سندلية حاضر في مشكلة كبيرة بقي أنا عارف والله أنا عارف أنا عارف وقابلت ده كتير أوه والست والست طيب هكلم حضرتك حاجة محسام وأقول لحضرتك تعملي إيه أول حاجة المشكلة دي حالكم معلش سادة مشاهدين ممكن ما يدركيش إيه المشكلة اللي فيها السيدة الشخص اللي عنده هذا الاكتئاب الجسيم أو الشديد أو الحاد هو بيحول حياة اللي حواليه إلى نكد ومرار ووجع وأزى لأنه وخاصة لو جالوا من هذا السبب اللي هي قالته ده اللي هو القسوة عليه بيبقى محسس كل اللي حواليه في أحوال كتيرة أنه هم السبب في يكونوا أصبح ضحية وهو قادر بشكل غريب أن يخلي أي إنسان مشارك في ظلمه فبيخلي لو أمه بقى قعدة وخاصة أنا وأكيد ما تجوز لغاية دلوقتي أمه قعدة منتظرة وهي كبيرة في السن مش قادرة وهو طول الوقت بيتهمها طول الوقت بيديقها طول الوقت بيستفزها طول الوقت وهي محتاجة أمان وحماية وخاصة في المدة العمرية اللي هي فيها دي طول الوقت بيضغط عليها فحسسها إن هي شوية بتدت تكره الحياة وحسسها إن هي ما بقيتش مستحملة ولكن هي لأن هي أم أصيلة ما قدامهاش غير إن هي وساعات بيبقى عامل زي الإنسان اللي إيه اللي هو طافي على المية وعارف إنه هو يغرأ بس منتظر في أي وقت يغرأ بعد الشر عليك يا حج أبدا أنا أقولك على ثلاث حاجات تساعدك بشكل واضح أول حاجة لو سمحتي ما تديش الوقت كله لإبنك ولازم نستحمل الكلام السمج اللي هو بيقوله يعني إيه يعني الكلام السمج اللي هو بيقوله ده كأنه ما بيقولوش إبدا دي أول حاجة ودي حاجة تتغير فيك إنتي لأنه هو طول ما هو شايف إن الكلام ده بيأثر فيك عنده أفكار هو عنده أفر ثنجي فالأفكار عنده بتقوله إيه؟ بتقوله على فكرة كلامك صح لو مش كلامك صح ما كانتش تأثرت على فكرة أنت برضو لما مش هتتأثري هيقولك شفت أنا كلامي صح لأن لو لولا إن كلامي صح ما كانتش هي ما سألتش فيه كده وظلمتني طب إيه اللي حاصل؟ ما فيه بنرتكب أخف الضررين إحنا مش في رفاهة إن إحنا نختار الخير كله إحنا بنرتكب أخف الضررين فأخف الضررين إيه إيه حضرتك؟ أن أنت لا تظهر التأثر بكلامه وفعلا لا تظهر وفعلا أنت لازم تمتنع عن التأثر بكلامه ليه؟ التأثر بكلامه بيفسد اتنين بيفسد اتنين الحاجة التانية والمهمة إن إحنا لازم نضغط عليه على إنه لازم يذهب للطبيب ولازم يستمر في ذهابه للطبيب تشوفي بقى حد قريب منه وبيحبه تشوفي طريقة إن أنت تعملي حتى لو تعملي قصة بس هو لازم يروح للطبيب ويحصل على العلاج وهو أكيد النوبات بتجيله لما هو ما بيحفظ على العلاج فهو لازم يحافظ على العلاج حاجة الأخيرة إن أنت لازم تعمليها يا حاجة إن أنت تعملي بيئة داعمة لك يعني تعملي مجموعة من الأصدقاء تروحي تعملي معهم حاجة تتعلمي معهم القرآن تعملي معهم حاجة تدخل السرور على قلبك أوي تحسي إن أنت ما بقاش من حقك إن أنت تفرحي لأن هذا سيجدد عليك الطاقة اللي ممكن هذه الطاقة في لحظة من اللحظات تدخل إلى قلبه وتخلصه من اللهم وفيدة الثلاثة حاجات اللي قلتولك إن أنت تقلل التأثير تضغطي عشان يستمر في العلاج لأن الله سبحانه وتعالى زي ما حدث النبي قال ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء حاجة التالتة إن أنت لازم تعملي به أداعي مليك عشان تقدر تستمر اشتركوا في القناة